حقيقة أنها تعتبر فضيحة بكل المقاييس أن يعين شخص في منصب وزير ويستلم مهامه وبعد ذلك يكتشف أو يثار إعلامياً أنه يمتلك الجنسية الفرنسية جنسية مزدوجة وبعد ذلك يحدث صمت وبعدها تعلن الوزارة الأولى في بيان رسمي أن الوزير سامير شعابنة رفض التخلي عن الجنسية الفرنسية ولذلك تم شطبه من عضوية الحكومة بقرار بتوقيع من الرئيس عبد المجيد تبون حقيقة هذا الموضوع في ظاهره ولكن لا يمكن أن يكون هكذا الذي يعرف كيف تسير الأمور في دوليب الدول البسيطة لا يمكن أبداً أن يعين شخص في منصب رفيع المستوى يتمثل في وزير وبعد ذلك يكتشف أن لديه جنسية ثانية وهي جنسية فرنسية أمر آخر أن سامير شعابنة سبق في جونفي 2016 أن سئل عبر برنامج تلفزيوني على هذا الموضوع وهذه هي إجابة سامير فقط سؤال خاص يعني أنت عندي جنسية جزائرية عندك جنسية أخرى؟ لا أنا جنسية جزائرية فقط عندي جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية لكن هذا موش مانع أنه الإنسان اللي عنده جنسية مزدوجة ما عندهش الحق لكن الآن رئيس الجمهورية كان واضح كان واضح في البيان الأخير لتبعناه عبر موقع الوكالة الأنباء الجزائرية قال لك الآن رح تحدد المسئوليات تحدد المسئوليات فبتالي احنا ننتظر هذه المسئوليات احنا قلنا مناش ضد أنه الدولة الجزائرية تفرض على كل مترشح الانتخابات الرئاسية جنسية جزائرية على كل وزير من غير المعقول أنه يكون وزير جزائري يعني عنده جنسية مزدوجة السؤال كان من طرف الزميل هارون نمول وكان صادم حتى رد فعل سابير شعابنا كأنه فيه نوع من الصدمة لا أنا جنسية جزائرية ناء عمد جنسية مزدوجة كان في وضع صدمة لم يكن يتوقع هذا السؤال ولم يحذر نفسه للإجابة لذلك تذبذب وفي نفس اللحظة أجاب بأنه يمتلك الجنسية الثانية لأنه لا يمكن أن تمر هذه الكذبة إن قال لا أملك جنسية أخرى وهي تكون كذبة فلا يمكن أن تمر في ذلك الواقع ترجمة نانسي قنقر